أرجع لستاذ أحمد خلنا نتعارك يا الله شوي خاني نياك لاتفاق اليوم استاذ أحمد على استبدال الغاز الإيراني بالنفط الأسود العراق لإنهاء مشكلة يعني قلة التدفقات يعني هل بالفعل اليوم هيا دون تعثر ودون توقفات راح تصير لو دائما إحنا نبدي مشاريع ونوقف بيها ستي هذه خطوة رائدة مقاما الحكومة فكرت خارج الصندوق أن نتجنب المنظومة فلوس وصلت وفلوس ما وصلت بس أقول لك يا بصراحة هذه ما تستجزئيات الغاز كله يعني اليوم يعني ما قدر أضلنطي نفطه بحجم الغاز يعني أنا أتحدث عن 60-65 مليون متر مكعب يوميا يعني شقدر دونطي عليه مثلا النفط أسود وكذا وشقدر إيران تقدر تستقبل النفط أسود فحلت حلت جزء كبير والاتفاق ما يزال فعاله وده حجنب المنظومة مشاكل الصيف اللي مرت علينا بس بالتالي الحل الأساسي مو هذا الحل الأساسي اللي رأيه للسيد رئيس الوزراء مو هذا مو هذا أنا بل مرهون بغيري مو هي هاي المشكلة بالضبط يعني العراق دي حق ألف وبيتين مليون مكعب يعني قدم الأفوان اليوم من الغاز يعني دي استورد مليار قدم يوميا من إيران هاي يكلف الدولة ما يقل على الأربعة ملايين مليارات دولار الغاز ست وجدان الغاز الغاز ترى يعني اليوم مو خاف على أحد اليوم ماكو اجتماع وماكو اسبوع وماكو يومين تلاثمها رئيس الوزراء يسوي اجتماع على موضوعة الغاز تدري ليش تدري ليش أولا يا أخي يقول لك أنا محترق قلبه بابا على غازي محترق وانا دي بكومه مليارات اروح اشتري غاز وحده ثانيا ماانا كل فترة اصير بيها المشكلة او وقف الغاز صيان او وقف الغاز ما وصلت بلو يعني أنا يقول لك ماانا يدربط لحيته باللحية تغيري أنا غاز عدي يا أنا غاز عدي هسأ ليش ما يستغل لا استغل جولة الترخص جولة الترخص أول أو ثاني أو ثلاث أو رابعة كلها حقور نفطية لأول مرة جولة الترخص تحال بها حقوق الغاز هو لأول مرة يعد لجولة سادسة ترخص سادسة بها غاز هو بها حقوق الغاز جديدة عازم الحكومة على استغلال الغاز لصالح محطات الكهرباء وايضا يتجنب مضاف مضاف احنا بعد خلاص نربط لحيتنا بجانب واحد لا زين اذا لو نفترض احنا اليوم استاذ احمد ونفترض خلي خلي ونحنا وقعنا منصات الغاز المسال زين احنا اليوم بس انا اقول لك يا اخوي ابو رامي الغاز ما يطلع في شهر الغاز ما يكفي شهر اسوي يريد له من سنتين لثلاثة وترخبوا يا اخوي ابو رامي يقولوا زمن صدام رات جعل لكهرباء استاذ احمد استاذ احمد حتى لا يداهمني الوقت حتى لا يداهمني الوقت ما رات جعل زمن صدام كهرباء سمغداد استاذ احمد اليوم اذا نتكلم اليوم خيل حقول عكاز والمنصورية على شركات من عام 2010 الى سنة 2024 واليوم الحقول واقفة رغم احالتها اكثر من طرف يعني اليوم صناعة الغاز صعبة مكلفة لا صناعة الغاز يرادلها سنتين لثلاثة نصب وحدات معالجة ونصب سكرابرات ونشام نصات للغاز المسال رادلها من سنتين لثلاثة اضف ترى وزارة النفط طلعت غاز من عكاز الان محطة عكاز للكهرباء تشتغل على غاز وطني من عكاز وطلعت غاز من حلفائي الان ميسان الاستثمارية والغازية محطات كهرباء تشتغل على الغاز الوطني والان تطلع جزء من غاز محطة المنصورية اكو اكو خطوات ده تمشي والان بدأ فعلا تستثمر الغاز الوطني بس تقول لي ليش وقت نستثمر كل غاز نعم وزارة النفط هي الجهة المخولة واعلنت عن ثلاث سنوات جزء رح يطلع بسنة وجزء بسنتين وجزء بثلاث سنوات رح تستغل الغاز نعم كله زينا انا سولف عن سنة وسنتين انا اريد هسا غاز شلون هسا اريد غاز يعني الوقت داهمنا وعلنا لقاء قريب ان شاء الله استاذ احمد موسى المتحدث باسم خطتنا جيدة جدا وراح تقدم صيف جيد بضعه معطيات حقيقية ما نسرح بعقل الناس فوقانا سيد رئيس الوزراء يتافل صغيرة وكبيرة ان انتظمت اطلاقات الغاز لا تقول جيبيني باترنا وتحاسبيني يعني هاي نذهب يعني خلي روح على غير دول مول لا ايران نعم استاذ احمد موسى المتحدث احمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء شكرا اليك